لا نبدأ فيا نبدأ فيا نبدأ فيا نبدأ فيا نبدأ فيا نبدأ السيد والداء هيلو هو أحد ضحايا القصف الجوي الذي شن من قبل الحكومة الإثيوبية في الرابع عشر من شهر سبتمبر والسيد والداء هيلو كان يعمل كسائق لسيارة الإسعاف وسيارة إطفاء الحرائق أي مهمته هي إنغاذ حياة المصابين من خطر الموت وكعادته ذهب لأداء عمله ولكنه لقى حتفه جراء هذا القصف الجوي المشين فذهبنا إلى عائلته الذين يشعرون بالحزن الشديد عليه وجرينا معهم مغابلة وأخبرون عن أن أخيهم فغض حياته عندما ذهب لإنغاذ المصابين من شعبه أخي يعمل لأعوام طويلة كسائق سيارة الإسعاف وسيارة إطفاء الحريق وكانت مهمته هي إنقاذ حياة الأشخاص ولذا عندما قصفت الطائرة المسيرة المكان للمرة الأولى خرج أخي من منزله وذهب لأداء عمله الذي يقوم به وحين قيامه لوظفته أتت الطائرة مرة أخرى وقصفت المكان ذاته من جديد مما أدى إلى مقتله أخي فقد حياته بسبب القصف الجوي الذي شن عندما قصف المكان الذي هو بمنطقة سكنية للمرة الأولى خرج من منزله لإنقاذ المصابين من شعبه لأنه يعمل في مجال الإنقاذ ولكن عندما أتت الطائرة المسيرة وقصفت المكان للمرة الثانية أصيب هو مما أدى إلى وفاته وأيضا أكد لنا عائلة السيد والداء هيلو أن القصف الذي شن من قبل الحكومة الإثيوبية استهدف المناطق السكنية وليس المنشآة العسكرية وأن الأشخاص الذين قتلوا أو الأشخاص الذين أصيبوا هم من المدنيين الذين يسكنون في الحي الذي قصف أو من المارين أي ليسوا بعسكرين إن القصف الجوي الذي شن استهدف منطقة سكنية والمصابين هم من المدنيين الذين يسكنون الحي الذي قصفه إن المكان الذي يقصف هو منطقة سكنية يعيش فيها المدنيين والأشخاص الذين فقدوا حياتهم والذين أصيبوا هم من سكان الحي ومن المارين في الطريق أي هم من المدنيين إن المصابين الذين استهدفهم هذا القصف هم من سكان الحي ومن المارين ومنهم من أتى لإنقاذ المصابين عندما قصف المكان للمرة الأولى وأصيبهم أيضا في المرة الثانية وأخي واحد منهم ولذا وجه عائلة السيد والداء هيلو الذي كان ضحية للقصف الجوي الذي يشن رسالي لمجتمع الدولي بأن يجيد الحلول السريعة لإغافى الهجمات الجوية التي تقوم بها الحكومة الإثيوبية ضد شعب تقراي الذي لا يكفيها المعاناة والمجاعة التي يعاني منها وإزدادت معاناته من تلك الهجمات رسالتي للمجتمع الدولي هو أنه كما ترون يرتكب بحقنا جميع جرائم الإبادة الجماعية لماذا لا تجدون لنا حلا؟ كفوا عن قولكم نحن ندين تلك التصرفات بل عليكم إيقاف ما يجري معنا يجب من المجتمع الدولي أن يضع حدا على الجرائم التي ترتكب في حقنا برسالة للمجتمع الدولي معاتبة الحكومة الإثيوبية التي تقوم بغسف المدنيين الأبرياء ترجمة نانسي قنقر